لو انت من الناس اللي بتفكر تتجاوز وتجيب شبكة كبيرة هدية للعروسة يعني وبعدها تبيحها في حالة يعني انك اتزنقت او احتجت فلوس او حبيت تفتح مشروع خاص بيك احب اقولك ان الكلام ده انتهى في 20-23 ومش هينفع تعمله تاني وده لان البرلمان دلوقتي بيدرس مشروع قانون جديد هيعاقب الزوج في حالة بيع دهب الزوجة طيب ازاي ده ممكن يحصل وهل لو الزوج بيع الدهب بتعميراته هيتعاقب بالسجن وهيدفع غرامة خليك معانا في الفيديو ده وانت تعرف كل التفاصيل انا ملك ريان تابعوه في مصر عادة انك تشتري دهب العروسة موجودة متوارثة من سنين طويلة وكل الناس بتعمل بيها لكن بعض الرجالة لما بتتزنق بعد الجواز بيطلبوا زوجاتهم انها ترجع لهم الدهب من تاني وده طبعا عشان يفكوا زنقتهم بعيد عن الكرود او الجمعيات وطبعا ده بيكون مدخل كبير لخلافات كتيرة ممكن تحصل بعد كده لكن المفاجأة بقى ان البرلمان المصري بيدرس دلوقتي مشروع قانون جديد هيوفق قيمة المنقلات الزوجية ومهر الزوجة طيب يعني ايه الكلام ده وايه علاقة توثيق القيمة بالدهب اللي الزوج بيجيبه هقولك يا سيدي في الاول لازم تعرف ان القانون ده بيشترط على الزوج توثيق قيمة المنقلات الزوجية ومهر الزوجة في الشهر العقاري وده طبعا هيمنع التعامل بقيمة المنقلات باي شكل غير رسمي يعني مش هيكون من حق الزوج يتصرف في الحاجات اللي كتبها في الايمة والمادة الاولى في مشروع القانون ده قالت انه مش هيتم التعامل بقيمة المنقلات الزوجية قدام اي جهة رسمية او حتى في المحاكم الا لو كانت موثقة ومصدق عليها في مصلحة الشهر العقاري ومشروع القانون ده مجلس النواب ارسله للجنة مشتركة من لجنة مكونة من الشؤون الدستورية والتشريعية ووزارة التضامن الاجتماعي والاسرة والاشخاص ذوي الاعاقة والشؤون الدينية والاوقاف وده عشان يتم مناقشته قبل اقراره طيب ليه الدولة ممكن تلجأ لقانون زي ده وهل ممكن ده يزود المشاكل بين الازواج؟ الحقيقة ان مشروع القانون الجديد بيستهدف حماية حقوق الزوج والزوجة خاصة في البنود الخاصة بالايمة وطبعا القانون بينظم رجوع الايمة في حالة الطلاق والخلع وده عشان يقلل من المشاكل الممكن تحصل بين الازواج في حالة الانفصال طيب وكده الزوج مش هيقدر يتصرف في ذهب مراته؟ لو القانون الجديد اتطبق هتكون المشغولات الذهبية ضمن البنود اللي بتكون مكتوبة في الايمة وطبعا هتكون في حيازة الزوجة وده لان المشغولات دي بيستخدمها في العادة الست مش الراجل وخلي بالك القانون وضح انه لو الرجل اخد المشغولات الذهبية يعني الشبكة لأي سبب القانون هيعتبرها جريمة سرقة وهتعاقب عليها بالحبس لمدة 3 سنين مش بس كده ده القانون كان محدد جدا وفي المادة الثالثة اكد انه لازم يتكتب في الايمة كل الحاجات اللي اشتريها الزوج او اشتريتها الزوجة من مالها الخاص وده طبعا عشان يحافظ على حقوقهم اما بقى لو الزوج فكر يكسر او يتلف اي حاجة من المنقلات الزوجية فمواد المشروع ما سابتش النقطة دي وقالت في المادة التاسعة انه هيكون في عقوبات هتتنفذ على الزوج لو اتلف متعمد المنقلات الزوجية وده عشان يحافظوا على حقوق المرأة ونص القانون انه هيتعاقب الزوج في الحالة دي بالحبس المدة ما تزيدش عن سنة او بغرامة ما تقلش عن 5000 جنيه ومش هتزيد عن 100000 جنيه دلوقتي مستنين رأيكم في مشروع القانون الجديد وهل ممكن تفكر تبيع ده بمراتك بعد كده ولا لا